السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح تكلم عن البرنامج اسمه Wonderlist البرنامج هذا هو عبارة عن قوائم بالمهام اليومية البرنامج نقدر نحمله على السمارتفونز أو عند اللابتوب سواء كان نظام ماك أو ويندوز أو نقدر برضو نسجل أونلاين نسوي لنا حساب فيه ونتحكم فيه عن طريق الموقع الرسمي أول ما نفتح البرنامج راح تكون هذه الواجهة نقدر أول شي نغير الBackground والصورة الرمزية عن طريق الSetting أو نخليها مثل ما هي هذا اللي هي القوائم اللي راح تطلع لنا أول ما نحمل البرنامج نقدر طبعا نتحكم فيها أما بحذفها أو إعادة تسميتها أو نضيف قائمة جديدة من Add a List طيب أي قائمة أنا أبغى أضيف لها مهمة راح أضغط عليها وأضغط على Add an Item in New List نضغط على Click نضغط على Enter راح تطلع لنا المهام طيب أنا لما يكون عندي كل قائمة فيها أكثر من مهمة بس في واحدة أهم من الثانية راح أضغط على النجمة هنا راح تتروح لي على طول على قائمة جديدة يعني هذه القائمة راح تحط لي كل المهام المهمة اللي أنا حددتها من كل هذه القوائم راح تجمع ليها فقط في هذه القائمة بحيث أني على طول لما أجي أشوف إيش الأشياء المهمة أروح لها بدون ما أرجع للقوائم الرئيسية طيب نما أجي أضيف تفاصيل لهذه المهمة راح يطلع لي اليوم والشهر والسنة اللي أحددها راح أقدر أحد تكرار يومي أو أسبوعي شهري أو سنوي أو أقدر ما أحد تكرار فقط لمرة واحدة أتحكم بالوقت عن طريقة لهذا الخيار حين راح تكون مهام هذه راح تكون تفاصيل المهمة المحددة يعني مثلا أنا عندي الاختبار من صفحة 9 أحدد إيش الأشياء اللي راح أذاكرة مثلا و لما أخلص منها راح أضغط تشك ويحذف لي هنا عندي النوت أقدر أضيف أي معلومات إضافية للمهمة المحددة على الفايل راح يسمح لي أني راح أضيف أو أرفق فيديو أو صورة للمهمة طيب الحلو في هذا البرنامج أنه أنا كطالب جامعية أقدر أضيف الزميلات لي يشوفون يشاركوني بمهمة واحدة فقط يعني أحدد أي مهمة أنا أبغاها وأضيف أضغط على هذا الخيار راح أضغط اسم اللي مسجل فيه بالبرنامج أو عن طريق الإيميل أو أرضه عن طريق الفيسبوك راح يشاركوني بالمهمة هذه يقدروني نزلون محام برضو على نفس القائمة نقدر نسوي conversations راح تطلع لنا في القائمة هنا تطلع أي تحديث جديد راح يطلع لي جميع الأعضاء في هذه القائمة لما أنا حددت المهمة باليوم والتاريخ راح يطلع لي برضو قائمة بالمهام اليومية هنا today أو الأسبوعية عن طريق الweek لما أخلص مهمة معين راح أضغط check راح يطلع لي في completed item أقدر أخفيها عن طريق هذا الخيار أو أرجحها مرة ثانية الترتيب إذا أنا حابة أرتب بشكل أبجدي راح أضغط من هنا أو عن طريق الوقت على حسب الوقت المهمة فالأولى هي اللي راح يطلع ليها فوق إذا حابة أنا أطبع القائمة معينة راح أضغط على خيار الطابعة فهذا الخيار راح يطلع فقط في نسخة اللابتوب بس السمارت فونس ما راح يطلع لي هذا كان كل شي عن البرنامج البرنامج جدا سهل وأتمنى تستفيدون منه وشكرا للمشاهدة وشكرا للمشاهدة وشكرا للمشاهدة